السلام عليكم اشنكم طلاب الصف الخامس ان شاء الله تكونون بخير اليوم حنكمل الفصل السابع الدرس الخامس وصلنا القاسم المشترك الاكبر والمضاعف المشترك الاصغر لكن اخذنا سابقا القواسم والمضاعفات وشرحناها بموضوع الكسور وحلينا بها واليوم حنعمل مراجعة عدنا اختصارات مختصر القاسم المشترك الاكبر عدنا ناخذ اول حرف من كل كلمة القاسم يعني قاسم مشترك اكبر القاسم المشترك الاكبر المختصر هو قاف ميم 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 هي المضاعف المشترك الاصغر مضاعف مشترك اصغر ناخذ قناء الحرف الاول من كل كلمة قاسم مشترك اكبر ومضاعف المشترك الاصغر واضح هاي الاختصارات احتمال تجينا بالسؤال لازم نعوف نحن اشيقصد بيها واضح عدنا قناء اخذنا سابقا القواسم والمضاعفات مثلا يجينا قواسم العدد الثمانية قلنا القواسم هي نفس العوامل القواسم هي نفس العوامل قلنا القواسم او العوامل اشهر نوجده مثلا قدنا قواسم العدد الثمانية قلنا يعني جد والضرب العدد الثمانية نحن نجي نكتب نقول اي عددين نضربهم يطلع الناتج ثمانية اللي هي دائما قلنا ناخذ الواحد مع العدد نفسه واحد في ثمانية ثمانية وعدنا ايضا اثنان في اربعة ثمانية بعد عددين نضربهم يطلع الناتج ثمانية لا اذا القواسم او العوامل هي اللي الثمانية هي قد نجي نكتب هاي الاعداد هاي الاعداد هي تمثل القواسم والعوامل اللي هي الواحد والثمانية والاثنان والاربعة واضح ذكرتم هاي هي القواسم واللي هي العوامل اللي اخذناها سابقا اما المضاعفات ايضا اخذناها سابقا المضاعفات مثلا مضاعفات العدد ثمانية قلنا قلنا العدد اللي هو جد والضرب العدد ثمانية او من زيد بكل مرة ثمانية زائد ثمانية بكل مرة قلنا جد والضرب العدد ثمانية ثمانية في واحد ثمانية ثمانية في اثنان ستة عشر ثمانية في ثلاثة اربعة وعشرون ثمانية في اربعة اثنان وثلاثون وهكذا يعني بكل مرة نكتب زائد ثمانية زائد ثمانية ثمانية زائد ثمانية مثلا يجينا جد القاصم المشترك الأكبر للعددين يعطينا عددين خمسة عشر وعشرون نحن نجي أول شي نكتب قواسم العدد 15 وقواسم العدد 20 قنا القواسم هي جدول الضرب واضح جدول الضرب العدد 15 الـ 15 من جاي قنا دائما 1 في العدد نفسه ودائما أول شي نكتبه 1 في 15 وبعد 3 في 5 أيضا 15 إذن القواسم هي الـ 1 والـ 15 والـ 3 والـ 5 نكتبه الـ 1 والـ 15 والـ 3 والـ 5 طبعا بدون تكرار نكتبه إذا كان أدنى رقم مكرر نكتبه مرة واحدة واضح؟ إذن قواسم العدد 15 هي الـ 1 والـ 15 والـ 3 والـ 5 زين قواسم العدد 20 نحن نجي إلى جدول الضرب أي رقمين نضربهم يطلع الناتج 20 1 في 20 20 2 في 10 أيضا 20 و4 في 5 أيضا 20 إذن القواسم هي الـ 1 والـ 20 والـ 2 والـ 10 والـ 4 والـ 5 واضح؟ هل تكتبه 1 وـ 20 والـ 2 والـ 10 قنا والـ 4 والـ 5 واضح؟ تذكر تمام؟ هذه هي القواسم بس أشعي من أنه هو جد القاسم المشترك الأكبر يعني لازم نوجد هاي قواسم وهذه قواسم لازم نوجد قاسم واحد مشترك بين هذول القواسم والأكبر زين؟ نحن نوجد هسا القواسم المشتركة أشن هي الأرقام المشتركة بين هاي القواسم؟ أدنا هون الواحد هو مشترك الواحد هون مكرر الواحد مكرر الـ 15 ما موجود الثلاثة أيضا غير مكرر أدنا الـ 5 أيضا موجود هوني هوني إذن الـ 5 أيضا واضح؟ إذن القواسم المشتركة هي الـ 1 والـ 5 بس نحن أشعر نغيد؟ نغيد الأكبر إذن ناخذ الواحد إلى الـ 5 طبعا نحن ناخذ الـ 5 إذن القاسم المشترك الأكبر هو الـ 5 نكتب القاسم قلنا نرمز له قاف قاسم المشترك الأكبر هو الـ 5 واضح؟ عدنا سهل وكننا أخذناه سابقا عدنا المضاعفات قلنا المضاعفات هي جد والضرب العدد الثلاثة وجد والضرب العدد أربعة وجد والضرب العدد الثمانية أي العدد يزيد يضاعف يزيد العدد يزداد يتضاعف مثلا قلنا مثلا مضاعفات العدد الثلاثة اللي هي قلنا جد والضرب الثلاثة اللي هي الثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة في اثنان ستة ثلاثة في ثلاثة تسعة ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة اثنى عشر وهكذا نجعل جد والضرب الأربعة أربعة في واحد أربعة أربعة في اثنان ثمانية 4 في 3 12 4 في 4 16 وهكذا جدوى الضرب العدد 8 8 في 1 8 8 في 2 16 8 في 3 24 8 في 4 32 واضح؟ فقط كل مرة زي 3 3 زي 3 6 زي 3 9 زي 3 12 وهكذا ها هي المضاعفات قنا المضاعفات العدد يتضاعف يزداد واضح؟ ثان هسا نجي الى فقرة اتأكد نجي الى فقرة اتأكد صفحة 138 جد القاسم المشترك الاكبر قاف ميم الف لكل مما يلي اولا 28 و21 نجي نوجد القاسم المشترك الاكبر للعددين 28 و21 اولا قواسم العدد 28 هوني عدنا اما نستعمل قنامة ما تعلمنا من جدوى الضرب اي عددين نضرب وميطلع الناتج 28 او عدنا طريقة ثانية هي باستعمال قابليات القسمة اذا كان الرقم كبير ومنطق نطلع القواسم من جدول الضرب اول طريقة نستعمل جدول الضرب قلنا دائما نقول اي عددين نضرب وميطلع الناتج 28 دائما كنا نقول الواحد في العدد نفسه واحد في 28 28 بعد اشعدنا قلنا 4 في 7 ايضا 28 وعدنا ايضا 2 في 14 يساوي 28 زين اذا ما عرفتم انتم اطلعون الاثنان في 14 رح نستعمل قابليات القسمة الطريقة الثانية الطيدون تستعملون قابليات القسمة اقول لان احنا نعفل قسمة هي 14 هاي مكان طريقة الضرب وايضا تقبل القسمة على 7 لان من جدول الضرب السبعة 28 تقسيم 7 هي 4 وايضا تقبل القسمة على نفسها 28 تقسيم 28 يساوي 1 اما تستعملون طريقة الضرب او طريقة قابليات القسمة واضح؟ نفس الطريقة اللي هي القواسم او العوامل هتكون هاي الاعداد واضح؟ اللي هي الاثنان احنا نجي نكتبهم الاثنان والاربعة عشر والسبعة والاربعة والثمانية وعشرون والواحد واضح؟ اما نجي على قواسم العدد واحد وعشرون قواسم العدد واحد وعشرون هي نجي على جدول الضرب اي عددين نضربهم يطلع الناتج واحد وعشرون دائما نقول الواحد في واحد وعشرون هي يساوي واحد وعشرون وايضا اشعدنا ثلاثة في سبعة ايضا واحد وعشرون وفقط ما عدنا بعد عددين نضربهم يطلع الناتج واحد وعشرون اذا القواسم هي الواحد والواحد وعشرون والثلاثة والسبعة نجي نكتبهم الواحد والواحد وعشرون والثلاثة والسبعة واضح اذا قواسم العدد 28 هي هاي وقواسم العدد 21 هي هاي هسا لازم نوجد القاسم المشترك الأكبر نوجد أكبر قاسم مشترك بين هذول الأعداد نلاحظ أنه الاثنان ما مكررة الاربعة عشر أيضا ما مكررة السبعة نلاحظ موجودي هوني وموجودي أيضا هوني فنجي نحدد السبعة هي مكررة بعد أشعدنا الاربعة لاحظا ما مكررة والثمانية وعشرون أيضا غير مكررة والواحد أيضا مكرر إذن أدنا الواحد مكرر أيضا إذن الأعداد المكررة هي السبعة والواحد بس بما أنه نحن نغيط القاسم المشترك الأكبر الأكبر إذن رح ناخذ السبعة لأن السبعة أكبر من الواحد إذن نكتب القاسم المشترك الأكبر هو السبعة واضح؟ للعددين ثمانية وعشرون وواحد وعشرون هاي أولا نجي على ثانيا عدنا أربعة وعشرون وستة وثلاثون وثلاثون نحن نجي نوجد قواسم هاي الثلاثة أعداد عدنا أولا قواسم العدد أربعة وعشرون وحنقول أي عددين نضربهم يطلع الناتج أربعة وعشرون اللي هي واحد في أربعة وعشرون يساوي أربعة وعشرون اثنان في اثنى عشر يساوي أربعة وعشرون ثلاثة في ثمانية يساوي أربعة وعشرون بعد عدنا جدول الضرب أيضا قلنا أربعة في ستة أيضا أربعة وعشرون وانتهينا هسا نحن نجي نكتب القواسم اللي هي الواحد والأربعة وعشرون الواحد والأربعة وعشرون والاثنان والاثنان عشر الاثنان والاثنان عشر والثلاثة والثمانية ثلاثة والثمانية والأربعة والستة أربعة والستة هاي هي قواسم العدد أربعة وعشرون رح نجي إلى قواسم العدد 36 أيضاً رح نجي على جدول الضرب نقول 1 في 36 يساوي 36 2 في 18 يساوي 36 هيا نطق أيضاً نوجد مقابليات القسم منطق في الطريقة الثانية 3 في 12 أيضاً 36 4 في 9 أيضاً 36 6 في 6 أيضاً أدنى من جدول الضرب هي 36 واضح أو انطق من الطريقة الثانية اللي هي قابليات القسمة أنقل 36 تقبل القسمة طبعاً على نفسها 36 تقسيم 36 واحد وال36 بما أن العدد 6 زوجي إذن تقبل القسمة على 26 تقسيم 2 هي 18 وأيضاً أدنى 36 قلناً تقبل القسمة على 2 هي 18 وأيضاً 36 تقبل القسمة على 3 ليش؟ لأن إذا جمعنا أرقام العدد 6 زايداً 3 تسعة وتسعة من مضاعفات لـ 3 ومن جدول الضرب أيضاً تقبل القسمة على 9 أو على 4 اللي هي إما أنقل 36 تقسيم 9 هي 4 أو 36 تقسيم 4 هي 9 نحن من أدنى من جدول الضرب وال36 تقسيم 6 هي 6 لأن 6 في 6 هي 36 إذن العوامل الأول القواسم هي 1 والستة وثلاثون قلنا ناخذ هالأعداد اللي هي والإثنان والثمانية عشر والثلاثة والإثنى عشر وأيضاً الأربعة والتسعة والستة الأربعة والتسعة والستة إذن آخر شي نجعل قواسم العدد 30 نجعلنا 1 في 30 يساوي 30 وثلاثة في عشر هي 30 واثنان في خمسة عشر لأن خمسة عشر زائد خمسة عشر هي 30 إذن اثنان في خمسة عشر هي أيضاً 30 بعدش أدنى أدنى خمسة في ستة أيضاً 30 واضح؟ انتهينا إذن العوامل هي القواسم هي الواحد والثلاثون والثلاثة والعشر والإثنان والخمسة عشر والخمسة والستة نجعل نكتبهم الواحد والثلاثون والثلاثة والعشر والإثنان والخمسة خمسة عشر والخمسة والستة هلساً لازم نوجد القاسم المشترك أكبر رقم مشترك بين هذول ثلاثة قواسم واضح ونحن نجعل نقول الواحد هو الستة نلاحظ الستة موجود هنا موجود هنا أيضاً وآخر شيء أيضاً هوني عدنا ستة إذن أكبر رقم مشترك عدنا الواحد والإثنان والثلاثة والستة أكبر رقم مشترك لأنقل القاسم المشترك الأكبر هو الستة واضح؟ السؤال الثالث واجب عليكم نفس الطريقة نجح السعلاء المضاعفات الجد المضاعف المشترك الأصغر ميم ميم أليف في كل ميم مايريد dopamine الرابع نعدنا ستة عشر وأربعة وعشرون ستة عشر وأربعة وعشرون نحن نوجد مضاعفات العدد الستة عشر ومضاعفات العدد 24 أقلنا المضاعفات бан이다 هيزيد يتضاعف يزداد اللي telefوض مع ازداد 16 جدول ضرب العدد ستة عشر بما أنه احنا ما نعرف ما عدنا جدوى الضرب العدد ستة عشر ما حيبضينو إذا ما تقنطلعونه من جد والضربة هنزيد 16 فهنكتب أول شي 16 في 1 هي 16 16 في 2 يعني 16 زائد 16 ويساوي 32 زائد 16 بكل مرة هنزيد 16 زائد 16 48 وهكذا نجي على ونحن نتوقف ونحن إذا احتجنا نكمل بعدين هنجي إلى مضاعفات العدد 24 اوش نكتب الـ 24 24 زائد 24 كل مرة هنزيد 24 4 زائد 4 8 2 زائد 2 4 وهكذا من وجدنا رقم مشترك هنتوقف من يطلعنا رقم مشترك بين المضاعفات وهذا هكون المضاعف المشترك الأصغر أول مضاعف مشترك أول رقم مشترك بين المضاعفات هو هذا المضاعف المشترك الأصغر إذن الـ 48 اللاحظ هو مشترك فإذن نكتب المضاعف المشترك الأصغر هو 48 واضح ونجي إلى السؤال الخامس السؤال الخامس أدناء السؤال الخامس التسعة والإثنى عشر مضاعفات التسعة ومضاعفات الإثنى عشر مضاعفات التسعة اللي هي جدوى الضرب التسعة اللي نحن حيظينه 9 في 1 9 9 في 2 18 9 في 3 27 9 في 4 36 وهكذا نجعل جد والضرب أيضا الرقم 12 هم حفظينه منطق أيضا زيدون بكل مرة 12 12 في 1 هي 12 12 في 2 هي 24 اللي هي قنة بكل خطوة ونزيد 12 12 في 3 36 واضح؟ هح نتوقف ليش؟ لأنه وجدنا رقم مشترك بين المضاعفات اللي هو المضاعف المشترك الأصغر واضح؟ أول رقم مشترك بين المضاعفات نكتب أن مضاعف المشترك الأصغر هو الستة وثلاثون واضح؟ السؤال السادس بنفس الطريقة تحلونه واجب عدنا السؤال السابع عدنا مسألة يريد بائع مرتبات أن يوزع ثمانية علب عصير تفاح واثنى عشر علبة عصير برتقال واربعة عشر علبة عصير مانغو على طاولات في المحل على أن يضع على كل طاولة العدد نفسه من عصير التفاح والعدد نفسه من عصير البرتقال والعدد نفسه من عصير مانغو كم طاولة يحتاج؟ عدنا من نذكر أن كلمة يوزع يعني قسمة يعني يوزع الثمانية علب على كم طاولة ويوزع الاثنى عشر على كم طاولة ويوزع الاربعة عشر على كل طاولة على أن يضع على كل طاولة العدد نفسه من عدنا يوزع يعني هاي قواسم قواسم العدد الثمانية والاثنى عشر والاربعة عشر رح نوجد قواسم ونوجد حتى القاسم المشترك الأكبر بين هاي الأعداد واضح? فإذا نوجد قواسم العدد الثمانية قلنا هي من جدول الضرب نقول واحد في ثمانية ثمانية اثنان في أربعة ثمانية بعد أشعدنا أعداد بس هدوا للأعداد نضربهم يطلع الناتج ثمانية إذن قواسم العدد الثمانية هي الواحد والثمانية والاثنان والأربعة واضح؟ نجي على قواسم العدد 12 نقول من جاي الـ 12 من 1 في 12 12 2 في 6 12 3 في 4 12 واضح إذن قواسم العدد 12 هي الـ 1 والـ 12 والـ 2 والـ 6 والـ 3 والـ 4 واضح إذن نجي على قواسم العدد 14 نقول 1 في 14 يساوي 14 بعد 7 في 2 14 وابس عدنا بعض أرقام نلاحظ أنه ما عدنا بعض أرقام نضربهم يطلع الناتج 14 إذن قواسم العدد 14 هي الـ 1 والـ 14 والـ 7 والـ 2 واضح حسنا رح نجي نوجد قاسم القاسم المشترك الأكبر القاسم المشترك المشتركة إذن القاسم المشترك هو الواحد الأكبر عدنا الواحد ألا الـ 2 طبعا الـ 2 أكبر من الواحد إذن رح ناخذ القاسم المشترك الأكبر هو الـ 2 نكتب القاسم قاف المشترك الأكبر هو الاثنان واضح؟ المسألة الثامنة عند بداية العام الدراسي قرر حاتم أن يقرأ قصة كل ثالث أسبوع كل ثالث أسبوع من بداية العام يقرأ قصة ويجري تجربة مختبرية كل خامس أسبوع كل ثالث أسبوع قرر أن يقرأ قصة وكل خامس أسبوع يجري تجربة مختبرية ما رقم أول أسبوع يقرأ فيه حاتم قصة ويجري تجربة مختبرية يغيد أول أسبوع يقرأ فيه حاتم القصة ويجري تجربة مختبرية رح يعني بما أنه من بداية العام وهو كل ثالث أسبوع وكل خامس أسبوع فالعدد رح يضعف ورح نوجد المضاعفات مضاعفات العدد 3 ومضاعفات العدد 5 نحن نوجد مضاعفات العدد 3 ومضاعفات العدد 5 مضاعفات العدد 3 هي 3 في 1 3 جد والضرب 3 3 في 2 6 3 في 3 9 3 في 4 12 وهكذا نحن نجي إلى جد والضرب 5 5 في 1 5 5 في 2 10 5 في 3 15 نلاحظ هون وصلنا الـ 15 وهون قدنا 12 فنكمل إما قدنا رقم مشترك بناتم فلازم نستمر 3 قدنا في 1 3 3 في 2 6 3 في 3 9 3 في 4 12 3 في 5 15 وصلنا رقم مشترك نتوقف أول رقم مشترك نجده نتوقف اللي هو أشي يمثل المضاعف المشترك الأصغر هو نقول الخمسة عشر واضح؟ واضح؟ المضاعف المشترك الأصغر هو الخمسة عشر للعددين الثلاثة والخمسة إذن رقم أول أسبوع يقرأ فيه حاتم ويجري تجربة مختبرية هو الأسبوع الخمسة عشر رقمه خمسة عشر واضح؟ أدنا فقرت أفكر السؤال الأثنى عشر أول سؤال فقط داخل أكتب عددين قواسمهما المشتركة هي واحد ثلاثة خمسة وأبين كيف أجدهما أدنا لازم نوجد عددين يكون القواسم المشتركة بينها تمهيم الواحد والثلاثة والخمسة أقلنا الواحد هو قاسم لكل الأعداد موجود بكل الأعداد بقواسم كل الأعداد عدنا هو واحد فالواحد ما نتملو عدنا فقط الثلاثة والخمسة نوجد أي عدد من ضمن قواسمهم هو الثلاثة والخمسة إذا ضربنا قلنا ما نوجد القواسم هي أي عددين نضربهم في بعضهم يطلع الناتج هو القاسم اللي نغيده فنحن نجي نضرب إذا ضربنا الثلاثة في خمسة خمسة عشر إذا نحن ناخذ العدد خمسة عشر ليش؟ لأن متأكدين سيكون من ضمن القواسم هي الثلاثة والخمسة واضح لأن قواسم الخمسة عشر هي قنة الواحد في خمسة عشر هي خمسة عشر وقنة الثلاثة في خمسة هي خمسة عشر إذن الواحد والثلاثة والخمسة موجودين في قواسم الخمسة عشر إذن نحن نجي نكتبهم قواسم الخمسة عشر هي الواحد والثلاثة والخمسة والخمسة عشر زين والعدد الثاني نضرب 15 في 2 أو في 3 أو في 4 كيفنا بس نحن أسهل شيء نضرب في 2 15 في 2 30 أو 15 زائد 15 هي 30 نحن نوجد قواسم العدد 30 اللي هي 1 في 30 30 بعد عدنا 2 في 15 قلناه 30 3 في 10 30 و 5 في 6 أيضا 30 نلاحظ أنه من ضمن القواسم عدنا الواحد والثلاثة والخمسة اتحقق الشرط اللي عدنا لازم نوجد عددين يكون من ضمن القواسم هي الواحد والثلاثة والخمسة وجدنا العددين اللي هم الخمسة عشر الخمسة عشر والثلاثون قلنا الثلاثون هي واحد في ثلاثون ثلاثة في عشرة بعد عدنا خمسة في ستة واثنان في خمسة عشر إذن الواحد هون والثلاثة والخمسة موجودين وهون هم الواحد والثلاثة والخمسة إذن العددين هما الخمسة عشر والثلاثون واضح؟ ترجمة نانسي قنقر